ايه رايك في سالم يا صبحي من ناحية اه يعني من ناحية طول قفاء اه اه قل من ناحية اه هتصبتها لا يا بيت هو حكالي كل حاجة بس بقى يا سومي تصدق يا بيت يا صبحة انني كنت نقس انك انسة وانه حيجي يوم تتكوزي طب ومتي رأيك كيف سالم لا اله المهم رأي كيمتي و بعدينقني مش هتجوز دلوقتي و عرفة يا صبحة مش عارف عني سالم مش فتى احلامي بيتشوفو يا ابنة عمتي ريدايا يعني هتعمل ايه شيبرة خجل وكسوف بنات مبروك يا بيت يا صبحة ألف مبروك لا والوقت سلم كويس لا كويس صحيح هو كان بيسرق بقضي الفرق بتاعنا وحنا صغيرين بزديش اهوي تيام ألف مبروك كلها شهرين ثلاثة ان شاء الله ونمشي في فرحك برضو اللي تشوفو يا ابن عمتي ما خلاص شوفنا وانت هنا هتعمل لي فيها شغلانة اني نزل السوق لا ما تأخريش سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الشيعة الطبلية ازاي كما توحيه اتفضل الشاي وشبهانك زيك ابنك توحيد يا حلوتك مخلف منا موحد قطران اني لم أخذة يعني ام عيانة والدكتور اللازم لا عملية يا حول الله عندها المرارة ومرتي كمان حيبلة حتولد بكرة يا بعد واني لم أخذة علي بابا الله عيني يا سلام بيك الساعة لما اساعد اهل بلدي ومالا بتوحيد داني سعيد قلبي بيفطي سعادة لانك جيت لي ولجأتلي علشان عفوك زنيتك امسك يا بتوحيد امسك يلا فوك زنيتك ربنا يخلي كلينك ربنا يطعيمك ما يحريمك ربنا يسترقى معك ما يقضيحك يا قدر يا كريم يا رب خلاص خلاص مآسي الدنيا مآسي سلام عليكم سلام ورحمة الله وبركاته اتفضل الشاي عالكنبة اتفضل ازيك يا زناتي انا قلت مش هتفتكروي معقول يا زناتي مافتكركش دا كلاما انا قيل لك فخيط مصغيرة كيدي اقمر اقمر يا زناتي انا وي عيان ودورت وي على المستشفيان وقالوا لي حتنو من هو لابد عملية لا حول الله هو راخر عنده ايه تلكب يا كب دمه انا معايا فلوس لكن المصيبة في مراتي هبلي وحتولد بكرة بعده ونتعارب مصارف الولادة اي 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 فاهم اني فاهم لا حول الله تعاون يا زناتي الرجولة تعاون يا سلام كل واحد بيجيله زنقه مش ممكن احنا برضو كمان نزنق فضل فكي زنقيتك يا زناتي جزاك الله كل خير الله يكريمك جزاك الله كل خير الله يكريمك لا حول الله قلب الهاريسيا هرية جدتهم انت عاوز تجوز سبحانيه يا سالم اما حاجة غريبة والله حاج جوز زي ما كل راجل بيجي عليه وقت ويفتح بيت مش معنا صبحة بالذات م Rain ما البلب مليانة بنات وفيهم اللي احلى من صبحة القلب و مايريد بقى بتحبها اه 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 بكلم ده يا باش مهندس ما تجليس في الشغل و يتقولي الكلام دي الله تبقى بتحب فلوثي ابنا عميتها وطمعان فييا اي انا برضو طمعان فيع او الا انت الأعيس تجوز عشان تنهى فلوثي مش انا اللي افكر بالمنطق ده يا سالم انت متسلق هو انا مش فاهمك يا سالم واني كمان فاهمك يا ماجلي انت عيس تتجوزه وما تقدرش تتجوزه ليه عشان انت انضف من الصين بعد غسيله انما اني عند طين ووظيفة ودار مش جعل ولا عواطلة انت عصد تهني انا ما بتهنش امثلكم الهمش وزي كلامكم اعطينا ساعتين وتنشف ما بموك يا سالم بس لو فوما بوظوفة من صبحت كسر انا اللي حقفلك وانت ملك انت انت دي بالها ايه روح كده وانت عامل زي عدو الدولة في غيرت الكمون فخبت في صدقك انا خليفة انا مساءل انت متش عارفني وحتى لو ما قدتش اعرفك يا خليفة انا سعيد باني عرفتك بصراحة كده انا مكسوف منك لا اه اصل براتي هتعمل عملية لا حول الله هي روح را عملية اه في القلب لا كيب دمها واختك حامل في توقف الله مش عارفك وفي حاجة بتستخبى يا خليفة قالولي اه يعني لو تتكرم علي كده بحاجة يعني يا سلام عيني يا خليفة عيني بس ديني برها من الوقت نجيعلك حالا يا خليفة يا اختي مزق ايه؟ يختي بالدور كلنا هناخد يا ناس خلي عندكم نظام ازم البيه اهو حمدلني عالسلامة يا سمب البيه يلا يا مقاطع يا عواطلية يا عواطلية بالايامة اه كرودياني عشان تسافوني اه خلاص كلكو حوامل وعندكو عمليات بيتفولوا على اهلكم بالمرض عشان تنصبوا علي يلا ما اطوع منك ليهم سيك لك فاس يلا يحازين عصك واوان يلا 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 وقفي غلص يلا يلا وقفي غلص يلا ده مؤاخذة يا خليفة بات اخرت عليك شوي ها خليفة حبيبي كنت بتقول ان ابوك عيان حيام العملية ومراتك حامل عنك نور نور مبهر في عناك تطص في شجرة قصى عليك يا خليفة الكد ملوش رجلان يا خليفة قبل ما اخرجوا لتلي ان امراتك هي اللي عياني واختك اللي حامل قصى عليك راجل زي الشحط زيك وبيشحت امشي نجرى من قدام يمسيك لك فاس اعزع في الارض هادي ايه اللي حصل ايه اللي غير اوضاعكم ايه اللي بدل حالكم لا حول الله بقيتو ناس فلات الله يكون فعولي شو اللي اجتماعي صرخري يا سومبولياب مين خالم اعتمد اذاك خالم اعتمد تفضلي سرياحي تفضلي لا مش هعود انا جايلك في كلمتين اقولك علي تفضلي اه 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 مالك ثلاثي من واحدك للاك الف زعية دي يخلصت فتوح يتجوز علي عيله صغيرة ويسيبني ايه دي فتوح المرسي هو قادر يصلب طوله هو بياني هو انا الشرياء ماليش اصيلة اصيلة يا خالم اعتمد اقول ايه طلباتك اقول ايه اعوزاي شو بلي قوض اعوض فيها اكمل بقيت عمري وهو يتجوز عليك لا حول الله لا شوف يا خالم اعتمد اني حاجيب فتوح المرسي قدامي عالطابلية هنا وعدو قدامي وحاخدو عالبارد مجاش حاخدو عالسوخة مجاش اني حابنيلك احلى سويت قطان باتنان انترالي ويكانز بحمامة عالترع دولي ربنا يخليك ولا يشمتش فيك في شبابك عادو ابدا قولي ما يشمتش فيك لطفي ولا يشمتش فيك لطفي ربنا يخرب بيتك يا لطفي ادعيني معاك على لطفي ربنا يخرب بيته واتحالي ربنا انتين مني بضال ادعي عليك كده لغاية لما توصلي بيتكو بيتها بيتها على بعد عشرة كيلو من البلد قاعد كده عامللي فيها كبير وفتح بيتك للمظالم كالبادري عليك الحنان يا بامايا اهلا بيك في بيت خالي صالح يا لطفي صبحة هاتي السكينة اه اه عامللي فيها شيكاغو جايلي بيوسدس بشدة اللي هتدبح يا لطفي للخروف انت جيت ضرنا فاليك واجب الضيافة لا لازم انزل مصر حالا لا لازم تاكل الخروف حتى انو خاعو مش جاعان يا اخي ما داني تريزل اه لو جات على كسر رجليك لازم تاكل وتاخد واجب الضيافة تجيت ضرنا بكيفك يبقى تخرج بكيف هني تفضل تريزل اجيب لك حاجة بردي عندك ابرد من كده حسب الكلام اللي هيطلع من خاشمك تنبيه نازع الملكية اللي خدته بالمحكمة ايش معنى؟ تتنازل عنه تديني الشيكات اللي علاية وديلك بدالها شيكات تستحق السادات بعد شهرين يبقى تسمع كلامه يا سنبل ده مالوش عمال من موازل صبحة عندك كلمة حلوة قوليها ما عندكيش روح اسلوخي لخروف قلت ايه؟ واذا قلتلك ان طلبك مرفوض سنبل صدقني يا ابني صعب قوي لأي انسان يمشي في الدنيا وفي قلبه حقت لعد صدقني كل واحد بياخد على قد ضميره وانت ضميرك بفتة بيضة انسى الماضي انسى اللي فات خلاص ودين ياهو اخوك الكبير بقدم لك ايدي وبطلب منك السماح والتصالح حلوة حلوة يا لطلي اه ده اه شبرت الحنان اه شبرت النعومية اه شبرت القوانطة دي لا انا مسمح لكش تتريق علي انا برضو لطفي بي كفاية قوي اني جيتلك لغاية عندك ومدتلك ايدي لا كفاية ده شرف ليك انتي اني انا قلب بمدي ايديك جاه اليوم العبد فيه انت حصيده كفاية هاني با كفاية فهمني يعني ايه السيادة عندك عشان اعرف يعني ايه اني كنت عبد انت بتديت بتعربة بكي اني بتديت جنيني انت كسبتي بالفهلوي اني كسبتي بالفهلوي اني كسبتي بالعرق جبيني وبشقاي اني كنت بنام مرتاح البال مرتاح الضمير حامد ربنا وشاكره انت نومك كانت خطيف عينيك مفتوحة حيران قلبك بيدق خايف انا اللي كسبت وضيع وضع شمتان طبعا لا بطايز يا لطفي حطك قدامي مثل يحميني اني احيد عن الصح عشان كده فرحان اني عبد وخليك مخدوع انك سيد طايب يا سيد قلت ايه المفروض اقولك خد واقبك وقاي انما لزازة مني على نزاكة على ارناني اني حاجي معاك وحكتيبلك تنازل يعني موافق موافق يا لطفي يعني كده بقيت اكبر مني بموافقتك لا العفو يا سيدي انا بكرهك ده انت غيطة غتاتي بقاني بحميك من السجن ومديك فرصة تبيع وترجع تيكسة بتقف على حالك وليسا بتكرهني معزور النار تكره المي يا ريت اقولت لا في يوم الايام كنتم تفتح لي باب العربية وانت محني وكنت قلت لا كنت قلت وعطي لكن كده انت شهم انت عالي وده مكرهني فيك اكتر واني بحبي فيك انك بتكرهني يا لطفي زرزر عليها زرزور طول عمرك خلاص تكتب الفدان باسم صبح فاهمني تجيبلي العقد من الشهر العقاري باسم صبح ساعتها نبقى لاسي وحلوين مع بعضينا نتفاهم في تبادل الشيكات واذا اللي تمنى انك مش هترجع في كلامك معني كلمتي عرض مفردش فيها أبدا اش ده انا موت ومفرول واعرضها للبيع كمان خلاص هديني الفدان ده ده اهم فدان في العزبة كلها لو ادي تقولك هتتأسل نصية وساعتها سوعة حيوعب زيانة مواقف انا لازم ارهد الفدان ده بالعافية لا بالزوم بالانسانية ارحموا عزيزة قوم زل انا ده افجيب لي خمسة وسبعين قرش وخمستاشر جده امار هتشتري الفدان بايه؟ شكك بشيك كفان روف عرشان خطر اسمع نتكلم في السجر البدو عز مني على فرح انا جاي من مصر مخصوص عشان تعزمني فرح بدوي بدوي دمي لا انت حتمس تقوت عمع يا تعال بس روف روف احنا رازم انس المصر على طول اديك الفدان بمئة انس ايه؟ بلانش روف روف ما اصبنيش كده انا بكلمك اسمعني يا روف لا يمكن روف انت امل الوحيد لازم ارجع اشتغل تاني واوعدك واوعدك لما فك نزع الملكية وابيع حديك اللي انت عايشه انت عاوز الفدان ده قوي كده ايه؟ اهادي بيسمبر عشان يرضى بي عرفت ان الفدان ده غالي قوي؟ الغالي يرخاصلي يا روف مش انا صاحبك ده انت حبيبي لو فكتلك زنقتك وديتك الفدان لما تبيع العزبة تديني ايه فوق ثمن الفدان؟ اللي تؤمر بيه؟ تاخد مني العزبة تاني وتديني الفلوس اللي خدها من ثمن بسيطة دلوقتي بتقول بسيطة ساعتها مش حليق هو ده جزاء رد الجميل يا روف مش ميصدقك يا لطف انا كلمتي عرد مفردش فيها موسيقى ساعتها مش حليق موسيقى اسلام عليكم اسلام عليكم سلام الله يرضى عليك الله يسلم نور يا رؤوف الله ينورك طريقك اشتركوا في القناة 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 الأبناء وهذه أعوام لا نعيش فيها لأنفسنا لا فض فوك يا مبارك لا فض فوك بخن بخن أيها الرئيس أيها غزو الصحراء سامع مجلي غزو الصحراء هو ده اللي حيعدل المعدلة المنطلق الفكري لغزو الصحراء يأتي على ثلاث محاور أرض بكرة غنية يعني محصول مضعف المحورة الثانية توسيع الأرض الخضراء المحورة الثالث إنشاء مجتمع جديد بفكرة جديدة بعلاقات اجتماعية جديدة تقدر من خلاله بس أي روح تحب توجدها في هذا المجتمع أيها ده كلام جميل وأني منشبرق بكلامك الفعال بس لما أخذها بش مهندس مجلي هل لو كان فيها رزالة الأرض الصحراء اللي حنيزحها دي حنرويها إزاي ده دوبة لنبات أوتوماتيكية نخفر أبعا أيها ده كلام جميل عداك العيبة بش مهندس مجلي بس لو كان فيها رزالة برضو الإيد اللي حتيعزها ها؟ هنجيبها منين هنا في أزمة في الإيد العاملة وهناك في نفس الأزمة يا شمو ايوة بس نجدي مسافة بعيدة غاية هناك رحلة المليون بتاعتك يا شمو اللي ابتد بمشاته فلايات وإبرباء وبير أنت مثل الألف الطموح والقدرة على تحقيقه مش أنت لتقول كده غمض عينيك تخير الصورة ميت فتاة بيتين ترتمية ربعمية ألف زي ما يعجبك الصحراء واسعة نضغط لنضغط تطلع المية نغفر أناية تصب فيها المية تمشي في الأناية تسئل كل شفرة عدالي انتهت مشكلة المية آه طب لمؤسسة مشكلة النور نجيب ترمبين نحطه بحيث المية وهي مندفعة تصب عليه تحركه يولد كهرباء شريت شريت من الأسلاك المكهرباء في كل الصحراء يخلي الصحراء بوب لدقخ يا كشافة نتعب نعزق نعزق نضحي هي دورة واحدة ويبقى الرمل طين والأصفر يبقى أخرى حجا نمي حجا نمي أمتاح وفيرة نسحفها الصحراء أخدر كل رمل يقبيننا نخدرهم كل رمل يقبيننا نخدرهم كل رمل يقبيننا نخدرهم ونتجاوزوا ونخلفوا اللي بيشغلوا معنا يتجاوزوا ويخلفوا وولادنا يجاوزوا وخلفوا جيل وراجيل ميبقاش عندنا حب الدرامل واحد مفكرش سيبلي انا التفكير والتخطيط وانت التنفيذ خلاص خلاص يا ماجلي خلاص يستنجلينا خلاص يا من ladder اللي حجنني خلاص اناي استوعبد اناي سخنتني يا ماجلي سخنتني انت السقافة و العلم تلكتب المقروعة انت اللي حدفيدني خلاص يا ماجلي خلاص من بجرة الصبح هننزل مصر حلش هنسأل عن إجراءات خلاص يا ماجلي هناخذوا الصحراء هنبقى من غزاة الصحراء هنبقى من غزاة الصحراء وبكده يا ماجلي تبقى المؤادلة وزنت